موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشر أنيلا نتعرف من خلالها بالأرقام والتحليل على أداء سوق المال المصرية وأسواق المال العالمية حيث تراجعت مؤشرات البرصات المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبرصات المصرية إيجيك 30 بالنسبة 1.16% لينهي التعاملات عند مستوى 10.244 نقطة كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بالنسبة 3.16% ليصل إلى مستوى 17.653 نقطة كما شملت التراجعات مؤشر إيجيكس 100 أوسع نطاقا بنحو 13.2% ليصل إلى مستوى 26.61 نقطة على صعيد القطعات الأكثر تداولا في البرصة المصرية خلال تعاملات اليوم فقد جاء قطع الموارد الأساسية على رأس القطعات الأكثر نشاطا بنسبة 16.9% وحل قطع العقارات ثانيا من حيث التداولات بنسبة 16.14% واستقر قطع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبة 13.14% ولمزيد من التحليل والمتابعة حول مؤشرات البورصة المصرية والأسواق العالمية ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الإفريقي أستاذ أيمن مساء الخير أهلا سعينا محاولاتك ومساء المشاهدين بزيح حضرتك مشرفنا ومعورنا نبدأ بالبورصة وقراءة في جلسة بورصة اليوم والترجعات اللي شهدتها البورصة النهاردة وجلسة اليوم بسم الله الرحمن الرحيم وللأسف النهاردة احنا كنا بنعاني من جلسات باهتة خلال الأسبوع النهاردة يمكن الجلسة مش باهتة النهاردة الجلسة قاتمة حيث أن كل المؤشرات وصلت لمستويات سعرية أو مستويات هي الأقل في هذا العام من بداية العام معاشر التلاتيني كان بيصارع منطقة 10,350-10,400 نقطة وكان كل يوم في جلسة المزاد كان بيحصل بعض الفيش اللي بتتحطي على التجاري الدولي بترفع المؤشر قبل الإغلاق 50 نقطة 100 نقطة اللي بيع أنه هو يقفل فوق المنطقة دي للأسف النهاردة المنطقة دي كسرت كسرت منطقة 10,300 وربنا يوصل إني يعني ويستطيع أسبابة استمرار للهشاشة والضعف بتاع السوق بيخلع ضعف أكتر ومعنى أن قلة الثقة أو تراجع الثقة للمستويات في السوق بتخليه أولاً ما بيشتريش ثانياً المرحلة الثانية بيبتدي يبيع المرحلة الثالثة أن الأسعار اللي ما بتقل بدرجة كبيرة بيبتدي مرجن يعني يبع له غصباً عنه ويمكن هو ده اللي حصل المهاردة أن المستويات السعرية قلت جداً فابتدت في النص التاني من الجلسة ما يقدرواش يسند التجاري الدولي المؤسسات دورها متراجعة جداً الأفراد عندها عزوف وبالتالي ما قدرش يثبت المؤشر الرئيسي عند ما تقتل عشرة 13,350 وتراجع وكسرها وقفل تحتها بيتمنى أنه ممكن بكرة يكون فيه ارتداد طبع الأسباب اللي حضرتك كلمتي فيها دي أهل أسباب عرضية يعني ممكن جالسة جالسيتين ولا ممكن تستمر معنا الفطر لا هو هو على المدى هيكون لفترة ولكن احنا ممكن بقى نلاقي المؤشر ارتد تاني فوق المنطقة دي ولكن مش باستقرار ومش بسبت ومش بنجاح مطلق هيرجع تاني ويكسرها ولو كسرها واستمر في الكسر ممكن نوصل لمستويات متدنية جداً احنا عندنا أساساً الأسهم وخاصة الأسهم القيادية عدد تجاري الدولي يمكن الأسعار بتاعتها في مستويات للمؤشر عند أربعة تلاف نقطة مثلاً أو تلت تلاف وتمينيوت نقطة يعني القاعد التاريخي للمؤشر بعد الأزمة المالية العالمية عند تلت تلاف وتمينيوت نقطة كان فيه كتير من الأسهم اللي موجودة دلوقتي عسعارها أعلى ساعتها أعلى منها دلوقتي والمؤشر فوق العشر تلاف وده نتيجة سند المؤشر بالتجاري الدولي فهو ده وبالتالي لسه لازلت الهشاشة وأسباب الهشاشة لم تنتهي المؤشر التلاتين والسبعين يا فندم تقييمك ليه؟ ده المؤشر التلاتيني بالنسبة للمؤشر السبعيني طبعاً بياخد استقا الأفراد تاخد استقا من المؤشر التلاتيني فالنهاردة أول لما لقوا الكسر يعني إيه استقار تحته وكمل الجلسة وهو كسر ابتدت تبقى فينا بيعات كبيرة جداً ودلوقتي المؤشر السبعيني بقى ليه طبيعة مختلفة عن الأول المؤشر السبعيني دلوقتي فيه سندية استثمار وبالذات سندية استثمار محلية وعربية وبالتالي لما سندية الاستثمار دي بيبيع بقوة فبيظهرين في المؤشر للهبوط النهاردة الهبوط بتاع أكثر من 3.5% مؤشر السبعيني نازل من بداية العام حوالي هنقول من القمة بتاعته 5 سبتمبر الماضي يعني 7 شهور فادي نازل 42% من بداية العام 19.5% المؤشر الرئيسي نازل 14.5% من بداية العام النهاردة بيعتبر قاع جديد للمؤشر السبعيني والمؤشر الرئيسي فإن لم تنتهي الأسباب وتزول يوجي محفزات حقيقية لكل المؤشرين أو للبورصة ككل هننزلق إلى ما دون ذلك بكتير تحليلك لأداء المستثمرين المصريين والعرب والأجانب اللي اتجهوا للشراء والأجانب للبيع هو بالنسبة للشراء هو كان الشراء بالنسبة للأفراد والأفراد زي ما قدت لحضرتك أن فيه سندية استثمار بتشتري يعني مش لازم تكون أفراد دولة تكونوا أفراد 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 يعني أكواد فردية ولكن عايزين نقول المؤسسات المحلية كثيرا من الجلسات بتكون هي لسند السوق بس برضو لها طاقة معينة لأن السيولة في عندها مش كافية نحن في الوقت عايزين سيولة قوية جدا عايزين العشرين مليار في مبادرة الرئيس اللي قال إن فيه عشرين مليار من المركز يتضخوا في الأسهم يتضخ حوالي نص مليار أو مليار عايزين سيولة مؤسسية من البنوك من البريد من المعاشات مش عايزين كلام بس نحن عايزين فعل عايزين سيولة تخش نحن شوفنا يوم عشرين مارس 2020 بين أزمة كورونا وفقاع كورونا داخلت المؤسسات ودخلت السيولة بتاع البنك الأهل البنك نصف ثلاثة مليار ممكن ما دخلوش في يوم واحد المؤشر المئوي بعد ما كان نازل بالحد الأقصى قفل طالع بالحد الأقصى يعني عشرين في المية كانت ساعتها حظوص سالية عشر في المية فقط وبالتالي شوفنا طفرة كبيرة بدخول سيولة وبعدين الأجانب مش هيخشوا السوق بتاعنا اللي ما يقولك فين السيولة بتاعتك فين السيولة المحلية عشان نخش وراءك المؤسسات بتاعتك عشان ناخد الثقة وخش وراءك دكتور محمد فريد ده رئيس البورسة المصرية كان له تصريح خلال الإسبوع ده قال اللي زيادة مكون للستثمار المؤسسة في السوق ده يوفر سيولة إضافية ويساعد على تحفيز للستثمارات الأجنبية تمام تمام ده يعني احنا عنديني حاجتين مكملين لبعض أنا فيهم الأول هنقولي السيولة الأول السيولة وبعدين الطلاحات تمام السيولة يعني عشان نعمل طلاحات النهاردة لازم تكون السيولة على الأقل 2 مليون حين ده السيولة كام يعني النهاردة القيم التداول كان 28 مليون ويوم الحد كال 350 360 مليون يعني أقل من 32 مليون دولار طبعا فيه أسواق نشأة قريبة منيني جدا بتعمل 18 أو 20 دعف القيم التداول ده ده ليه لدي ما عندناش منتجات لازم يكون فيه منتجات قوية قوية تطرح بس بعد السيولة ما توصل 2 مليار السيولة مش هتوصل 2 مليار بإلا بدخول مؤسسي قوي منظم على المدى المتوسط والطوير وليس للمضاربات التدخم اللي بيعاني منه وبيعاني منه كل دول العالم في بعض الدول والدول الكبرى خدت قرار برفع أسعار الفائدة ومصر كمان خدت قرار برفع أسعار الفائدة إلى مدى يؤثر قرار رفع أسعار الفائدة في التدخم وتخفيض نسبة التدخم طيب أولا رفع أسهار الفائدة في أمريكا نتائجه تختلف عن نتائج رفع أسهار الفائدة في مصر لأن الطبيعة الاقتصادية والمكون الاقتصادي وطبيعة التدخم نفسه مختلف لأن في سبيل المحافزات أيام كورونا كان فيه طبع للدولار طبع الدولار دوت هم عايزين يلموا الدولارات اللي في السودي لأن فيه سولة عالية جدا والمنتج زي ما هو وبالتالي لازم يلموا السولة فالنصف المئة دا يأثر في الاقتصاد الأمريكي ويقلل التدخم تمام؟ نيجي عندنا احنا هنا هل عندنا التدخم سببه؟ الطلب زيادة الطلب اللي هو التدخم الحقيقي التعريف الحقيقي للتدخم ولا زيادة سعر المنتج لا زيادة تكلفة المنتج زيادة تكلفة المنتج احنا عندنا المنتج غلي كل المنتجات غلية في مصر لثلاث أسباب يمكن السبب الأول اللي هو تخفيض سعر الصرف طبعا قيمة الجميع القيمة الشرعية قلت نمرة اتنين ان رفع الفايدة بيسحب السيولة لأوعية الدخلية أخرى صحيح تمام؟ داشع التجار بيزود بيزود عشرين في المية من او بيزود بمسؤول عن عشرين في المية من زيادة الأسعار اللي موجودة في السوق ليه؟ لان كل التدخمات اللي موجودة على السوشيال ميديا الحاجة غلية البنزين غلي القمح غلي السكر غلي فاللي هو مش مش شغال في ده كله بيغلي هور اخر يقول لك شمال انا وبيغلي بأكتر من المتوقع وبأكتر من المطلوب تمام؟ احنا عندنا زيادة سعر او زيادة تكلفة المنتج هو السبب وبالتالي احنا لو بنرفع الفايدة للأسف الشديد طبعا البنك المركزي ليه رؤية وتحترم تمام؟ احنا بنقول رؤية المتوضع بتاعتنا من وجهة نظر لما نرسل الفايدة هنا الناس بتسيل أصول اللي عنده شقة بيبيعها ملاش لازم هيجرب 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه لأ أنا بيعها وحطها في البنك المليون يجبلي 15000 جنيه مرتب في الشهر تمام؟ اللي عنده أرض بيبيعها اللي عنده أي أصول بيبيعها ده برضو ناهين عن ان ده بيمنع الدولرة اوكي؟ ويمكن ده سبب من أزبر السياف رفايا الفايدة عشان ساحب السيولة وبالتالي احنا عندنا زيادة سعر المنتج هو اللي السبب فيه عملية التضخم او نقول الركود التضخمي السيد ايمان بخلاف رفايا سعر الفايدة ازاي نقدر نواجه التضخم لوجهة نظرك؟ اول حاجة الانتاج لازم ده بنواجه به اي حاجة واولة التضخم ويكون فيه انتاج يبقى فيه سلاع وفيرة اول حاجة ان احنا هنكفي السوق يبقى فيه اكتفاء ذاتي فهنقلل التصدير هنقلل الاستيراط ونبقى نتجه مع الجودة وزيادة الجودة للتصدير يبقى احنا وفرنا الدولار اللي احنا بنستورد به وابتدينا كمان نجيب دولار من بره وبالتالي هنلاقي السيولة الدولارية موجودة يبقى مفيش مفيش داعل ان احنا نرفع الفايدة تاني عشان نقلل او نخفض من الدولارة فهو ده الشقة الاساسي في الموضوع وصيقة سياسة ملكية الدولة ازاي تقدر تأثر على الوضع الاقتصادي في مصر والبورسا المصر على فكرة الوصيقة دي مهمة جدا يعني لو دخل في حاجة التنفيذ والنهاردة كان فيه مؤتمر كان اقامته او كانت الوضع الاسم بتاعه الوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وكنا حضرينه حضر فيه رئيس السندوق السيادي ومعه شخصيات من المستثمرين وشخصيات من رجال التعليم كان بيعرض منصات التعليمية وكيفية الاستثمار واوجه الاستثمار في القطاع مهم زي قطاع التعليم دي شيء كويس جدا تمام دي مداية حقيقية ان احنا بنعرض منتجاتنا للمستثمرين تعاوز استثمره بالطريقة الفانينية في التعليم اعملوا جماعات اهلية اعملوا جماعات خاصة اعملوا مجالس خاصة وهنسهل قامة هذه المشروعات تمام بس المفروض بقى ان يكون فيه برضو فيه حوافز تانية زي حوافز ضربية حوافز رسوم بتاعت تكلفة بتاعت انشاء هذه المشروعات او هذه الشركات السندوق السيادي يخش بالاستثمرات مع المستثمرين اللي بيعملوا كائنات كبيرة وبتحتاج لتمويل كبير فعايزين بقى بقى بتاعت الاقتصاد يكون فيها مثل هذه اللقاءات اللي بتعرض كي ازاي تستثمر في الصحة ازاي تستثمر في التعليم ازاي تستثمر في القطاع الغذائي وهكذا يعني وده بقى المكمبل ان احنا بقى نشوف التراخات دي بقى في البورصة يعني المشروعات دي تنزل في البورصة وتزود لنا المنتجات بتاعتنا وتزود لنا الرسمالة بتاعت السوق بتاعنا استاذ ايمان فوضى رئيس لجنة اسواق المال بالمجلس الاقتصاد الافريقي شرفتنا كالعادة بارك الله فيك شكرا 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 مشاهدين الكرام دي كانت حلقة النهاردة في مؤشر نيل غدا بإذن الله حلقة جديدة دمتم في أمين الله شكرا لكم